السلام عليكم أختي محبا بكم في درس جديد على القناة دي لكم استفهام عام الجميع كيبحث على أفضل بنك لاشتغال على الانترنت في المغرب بدون رسوم وبصفر اقتطاعات وبدون مشاكل تقنية كذلك إذن اليوم إن شاء الله سأريكم هذا البنك الذي تمكن من حصد جائزة أفضل بنك مغربي لسنة 2022 للسنة التاسعة على التوالي لكن قبل البداية لا تنسوا دعمنا بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال لأن هذا التفاعل هو الذي يحفزنا على البحث ومشاركة أفضل الفيديوهات معكم إذن البنك الذي سنتحدث عنه اليوم هو التجاري وفابونك والذي يقدم لنا بطاقة البنك لك بمميزات متعددة ومع تحديد رائع سيعجب الجميع حيث أن هذا الأخير ومباشرة بعد تستبيق الجمارك على جميع المنتجات من خارج المغرب قام بإلغاء اقتطاع 10% من مبلغ أي عملية شراء وكذلك قام بإلغاء رسوم تفعيل الدوتاسيون وبالتالي إلى شرية أي منتج من خارج المغرب فلن يقوم البنك باقتطاع أي مبلغ إضافي وبهذا الشيء يكون التجاري وفابونك أفضل بنك مغربي وسيكون هو الوجهة المقبلة لجميع من الشباب خصوصا كيف كان عرفوا أن البنوك الأخرى تواجه العديد من المشاكل كاختراق الشبكة دي لها أو اختلاس أموال الزبناء وهذا الشيء بلا ما نذكر اسم الشيبانك محدد باش ميتقلقوش منه لأبنك إذن إخواني سأريكم كذلك بعض المميزات الأخرى التي تقدمها لنا هذه البطاقة البنكاليك في اسم التجاري وفا بانك فبالنسبة لهذه البطاقة فهي بطاقة مجانية لجميع الشباب كنت يبنت كنت يدري قل من 35 سنة فقد استفد من هذه البطاقة مجانا ثم تقدم لنا كذلك أداء المشتريات بواسطة تيب أه يعني بدون لمس بالنسبة للمتاجر الكبرى والناس اللي كيتقدروا من هذا المتاجر ثم كذلك تعطينا الشراء من المواقع الأجنبية بحيث أنك تقدر تشري من عليكس بريس بانكود أمازون أو من أي موقع أجنابي وبدون أي مشكل والجميل كذلك هو أنها كتمكنها من تفعيل البايبال بالنسبة للناس اللي كيخدموا في الانترنت وكيحتاجوا البايبال وكذلك عندنا واحد ميزة زوينة هو أنه تقدر تختار ديزاين أو الشكل الخاص بالبطاقة ديالك وميزة أخرى جميلة كذلك هو أنك تتعفى من اقتطاعات فتح الحساب يعني يفاش تمشي تبغي تفتح الحساب ديال فكتفتحه مجانا بلا حتى شيء مقابل ثم يمكن لك كذلك تسحب من أي شباك أوتوماتيكي سواء كان تجاري وفاونج أو أي شباك أوتوماتيكي آخر ثم عندنا تطبيق مجاني كوفر لك العديد من الخدمات بضغطة زر واحدة دون الحاجة للذهاب إلى أي وكالة وبدون مشاكل السيستيم والتأخير لكتعرض لي لمشيتي لأي وكالة كيف المعتاد وآخر ميزة اللي غادي ندرع لها هي إرسال استقبال أموال من وإلى حسابك بكل سهولة سواء كنت استقبلتي أو رسلتي أموال ديالك من حساب تجاري وفا بونج أو من أي حساب آخر أجنبي إذا أخوتي هذه هي الميزات اللي عرضنا لكم اليوم فمن طبيعة الحال العديد منكم غادي يحاول يبدل الوجهة دياله وغا يختار التجاري وفا بونج وكالمعتاد أنا ما كان شكر فيكم شي حاجة إلا وكانت عندي تجربة معاها فمؤخرا بعض التحديثات اللي قامت بها مجموعة عمل أبناك فأنا وفي اعتقادي الشخصي والمتواضع فكنفضل التجاري وفا بونج لأن هذه الميزات فعلا كتستحق أننا ننشأوا واحد الحساب عندها ونستبدو من هذه الميزات إخواني وختاما بالنسبة للناس اللي بغاوا يفتحوا حساب ديالهم في التجاري وفا بونج فأنا سابقا قمت بإنشاء واحد الفيديو اللي فيه جميع الخطوات اللي يجب سكتبعها باش نشأ الحساب دياللك انطلاقا من المنزل دياللك يعني بلا ما تحتاج تمشي حتى الوكالة البنكية وكذلك يمكن لك تطلب البطاقة دياللك كذلك في المنزل دياللك وبالتالي فأنت مغ تمشي الوكالة إلا إلا بغتي تأخذ هذه البطاقة دياللك إذا الخطي كيف العادة وصلنا لنهاية الفيديو إلا أعجبكم الفيديو ترتجيهم على الأصدقاء المهتمين بالمجال وإلا كانت أخي أختيها ديالك أو زيارك للقناة فلا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم لجديد ديالنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر